عقد محافظ صلاح الدين اجتماعاً موسعاً مع فريق العمل الاستشاري المكلف بتقييم مراحل تنفيذ مشروع مجارس مراء واستمع بحضور النائب خالد الدراجي لتقرير الفريق الاستشاري بشأن تقييم ما تم تنفيذه وسبل معالجة بعض الإجراءات العشوائية وغير المطابقة للمواصفات وقال المحافظ لا بد من إيقاف أي خلل وعلينا التعاون لمعالجته بطريقة علمية وقانونية كما جدد دراجي دعمه وتأيده لجهود المحافظ واستعرض جملة ملاحظات سجلها في متابعات سابقة